السلام عليكم في حلمكم سرقة ما زال ما عندنا في فيديو جي في القناة من سلسل التوقع عن تشكيلات الموسم وعنها هي الحلقة الثالثة طبعا سوينا حلقة عن الدور الإنجليزي وعن الدور الإسباني راح بتلاقي روابط الحلقتين تحت بالدسكريبشن روحوا تعبائهم فأتمنى تنزل تحتاطين عليك تشترك بالقناة إذا ما كنت تشترك طبعا سنحط اللعبين من مراكز لأول شي الحراس وبعدين قلوب الدفاع والأظهر لغاية ما نصل للمهاجمين وما راح نقيم اللعبين يعني على حسب التقييم أو الريتنج راح نحطهم بشكل عشوائي لكن على حسب المراكز مثل ما قلنا فخلينا نبدأ الآن على طول ندخل بأول حارس عنا اللي هو جانوي جي بوفون بوفون موسم خرافي مع نادي يوفنتوس طبعا يعني كل موسم بوفون تلاقي أنه بيقدم موسم جدا أسطوري مع يوفنتوس أتوقع الريتنج ينزله 94 مثل ما تشايفين بطاقة على الشكل التالي الهاند 96 دايبين 95 البوزيشن 96 ريفليكس 93 تكون تقاطش جدا خرافيه الصراحة وبوفون يستاهل يعني موسم جدا ممتاز ويوفنتوس يعني قريب من حصد لقب الدوري الإيطالي لهالموسم فهذا بالنسبة للحارس الأول خلينا ندخل بالحارس الثاني عنا واللي هو دونا روما دونا روما للحارس الشاب القرافي جدا هالموسم مع نادي إيسي ميلان من رغم أنه سنه صغير تقريبا 17 سنة عمره لكنه حارس جدا ممتاز يعني مستقبل الحراسة في إيطاليا يعتبر في أمان بوجود هذا الحارس الجدا ممتاز أتوقع ريتنج ينزله 89 الدايبنج 92 والهان 88 ريفليكس 94 تكون أبرز طاقاته فهذا بالنسبة للحارس الثاني بتشكيلة الموسم الحارس الثالث اللي هو تشيزني يا حبيبي تشيزني جدا ممتاز أيضا مع روما هذا الموسم قدم موسم يعني جدا كويس أشوف ريتنج 89 بيكون مناسب جدا بالنسبة للحارس ريفليكس 92 دايبنج 90 يعني الريتنج عنده يكون نفس دونا روما لأنه أشوف أنه الاتنين يعني مستوهم كان متقارب نوعا ما فالهان 88 أيضا يعني والبوزيشن 88 فهذا بالنسبة لمراكز الحارس رح ندخل الآن مراكز قلوب الدفاع قلوب الدفاع الأول يا حبيبي اللي هو ميراندا جواو ميراندا طبعا هالموسم أيضا يعني موسم كويس ما نادي انتر ميلان فأشوف أنه الريتنج يعني يستحق ينزله 90 الدفاع 95 الفيزيكل 86 سراع 79 صراحة متردد شوي كنت بهاي البطاقة لكن حبيتني أن نزلها لأنه أشوف أنه يعني لعب جدا كويس لو الدفاع نزله على هات الشكل بتكون بطاقة جدا قرافية الصراحة وهذا بالنسبة لقلب الدفاع الأول خلينا ندخل بقلب الدفاع الثاني عنه واللي هو فازيو فازيو هذا الموسم يعني أشوف أنه مقدم يعني موسم جدا كويس أيضا مع نادي روما فأشوف ريتنج 84 بيكون مناسب بالنسبة لهذا المدافع الدفاع 87 الفيزيكل 85 لكن عيبو الوحيد يعني السرع عنده بطيئة جدا 38 فشي رح يكون صعب يعني أي واحد بيلعب الألتمتين فبفضل أنه سيبي خاصة أن يكون سريع فرح يكون شي صعب هذا بالنسبة لقلب الدفاع هذا رح نقل بقلب الدفاع اللي بعده للعب الجدا أسطوري الصراحة اللي هو ليوناردو بونوجي بونوجي هالموسم شي خرافي مع نادي يوبنتوس يعني حاليا من أفضل قلوب الدفاع بالعالم من وجهة نظري هذا اللعب ومن يومين سجل هدف جدا خرافي أيضا مع نادي يوبنتوس الصراحة يعني انطلق بالكورة من نص الملعب وحطها في التسعين لعب جدا ممتاز صراحة أشوف ريتنج 92 بيكون مناسب جدا بالنسبة للعب واحتمال ينزله أعلى من هيك الصراحة ما أعرف بالضبط فأشوف الدفاع 93 الفيزيكل 88 تكون يعني أبرز طاقاته فهذا بالنسبة لهذا قلب الدفاع نحن نتقل بقلب الدفاع اللي بعده واللعب الأيضا جدا خرافي اللي هو كولابالي كولابالي هذا موسم شي خرافي مع نادي نابولي والموسم الماضي كان أيضا قدم أداء جدا ممتاز أشوف ريتنج 91 بيكون مناسب جدا بالنسبة للعب دفاع الفيزيكل لتنين 94 وصراحة 82 بداقة خرافية من الآخر فيها صراحة فيها دفاع فيها فيزيكل فيها كل شيء وأساسا اللعب تحس انه يعني جليتش نوعا ما باللعبة فهذا بالنسبة له قلب الدفاع هذي راح ندخل بقلب الدفاع اللي بعده عنا واللي هو كالدارا مدافع أتالنتا فأشوف ريتنج 81 بيكون مناسب بالنسبة لعادة المدافع الصراحة أنا ما شاهدت يعني هذا المدافع هذا الموسم لكن يعني لسماعة الناس تتكلم عنه أنه نقدم أداء كويس الموسم ويستحق ينزله بطاقة فأشوف 84 دفاع الفيزيكل 79 السرعة 68 طاقة بتكون على هذا الشكل بتكون طاقة جدا كويسة الصراحة وخلينا ندخل الآن في السيبي اللي بعده السيبي اللي جدا خرافة أيضا هذي الموسم اللي هو منولاس منولاس يعني أداء أسطوري صراحة مع نادي روما هذي الموسم أشوف يستحقوا بجدارة بطاقة تيمو ذي سيزن الريتنج يكون 90 السرعة 85 الدفاع 94 الفيزيكل 89 بتكون بطاقة شي خرافة جدا فيها سرعة فيها دفاع فيها فيزيكل أهم الشي السرعة بلاعب قلب الدفاع فهذا بالنسبة للمراكز قلوب الدفاع راح ندخل الآن بمراكز الأظهرة ورح نبدأ بالأظهرة الأظهرة اليسار والظهير اليسار أنه اللي هو أليكساندرو أليكساندرو الصراحة لاعب جدا خرافي من أفضل الأظهرة يعني اللي أشوفهم حاليا بالنسبة للأظهرة اليسار فأشوف ريتنج 90 بيكون مناسب جدا بالنسبة لللاعب سرعة 93 دفاع 86 دريبل 87 فيزيكل 38 والباصات 83 يعني لاعب متكامل عندك دريبلين عندك دفاع عندك سرعة عندك باصات صح أن الشوط يعني مو هلشي الممتاز لكن بالنسبة للعب ظهير فيعتبر شي جدا ممتاز فهذا بالنسبة لقلب الدفاع الأول راح ندخل بالنسبة للظهير اليسار الأول راح ندخل بالظهير اليسار لبعد عنا واللي هو اللوليج يا حبيبي اللوليج هذا الموسم أشوف أيضا يعني أداء جدا كويس مع نادي لاتسيو ويستحق ينزل له بطاقة طبعا هذا اللاعب كان يعني سابقا يستخدم بالألتم التيم تقريبا فيفا 14 أو فيفا 15 فكان لعب جدا كويس المهم أشوف أنه ريتنج 89 بيكون مناسب جدا سرعة 84 الفيزيكال 82 دفاع 77 يعني طاقته متقاربة فيك لتقول نوعا ما فهذا بالنسبة للمراكز الأضغيرة راح ندخل بمراكز سي ام والسي ام الخرافي السي ام لأتوقع أنه راح يكون أفضل سي ام باللاعبة اللي هو ناين جولان يا حبيبي ناين جولان شي خرافي هالموسم مع نادي روما يستحق وبجذارة يعني بطاقة تيم of the season فشوف ريتنج 94 مناسب جدا بالنسبة للاعب سرعة 87 دربل 94 فيزيكال 94 دفاع 93 شوت وبساط لتين 91 بطاقة شي اسطوري بطاقة من آخر لو نزلت راح تكون يعني ممكن تكون أفضل بطاقة في الألتم التيم لأنها متكاملة يعني عندك دفاع عندك دربلينج بساط كل شي كل شي موجود باللاعب والسراع أيضا جدا ممتاز عنده بالنسبة للاعب سي ام يعني 87 شي خرافي جدا فهذا بالنسبة لهذا السي ام خلينا ندخل في السي ام اللي بعده عنا واللي هو سي ام هذا اللي تبع لاتسيو اسمه ميل نيكوفيتش تقريبا اسمه مثل هيك يعني فاللاعب مقدم أيضا أداء جدا كويس مع لاتسيو الموسم بطاقة تيم of the season ريتنج 88 أشوف تكون مناسبة جدا بالنسبة للاعب البساط 87 دربل 88 شوت 82 فيزيكال 87 بطاقة يعني طاقاتها متقاربة نوعا ما فهذا بالنسبة لمركز السي ام هات خلينا ندخل في السي ام اللي بعد عنا ولي هو ستروتمن ستروتمن من اللاعبين اللي تحس انه بالملعب بس يعني تحس انه يعني لأجل مصلحة الفريق يعمل كل شي هاللاعب تحس انه يعني بيعمل كل شي عشان الفريق لاعب جدا خرافة صراحة مع نادي روما أشوف ريتنج 85 بيكون مناسب جدا بالنسبة لستروتمن يعني أشوف بساط 84 دفاع 81 ودربل 80 طبعا يعني البطاقة ما أظن انه رح تنزله أو من هيك لأنه ما نزله ولا نسخة انفورم يعني هي البطاقة العادية بس اللي موجودة في الآثم التيم فهذا بالنسبة لمركز CM هات خلينا ندخل في مركز CM اللي بعد عنا ولي هو ميرالين بيانيش بيانيش أيضا موسم جدا ممتاز مع نادي يوفنتوس اول موسم يعني ما يوفنتوس ومقدم اداء جدا كويس أشوف ريتنج 89 بيكون مناسب جدا بالنسبة للاعب بساطة 91 شوت 80 دربل 90 بتكون طاقة طوعة هات الشكل شي جدا ممتاز فهذا بالنسبة لمركز CM هات خلينا ندخل في مركز CM اللي بعد عنا ولي هو كيساي تقريبا اسمه يلعب في أطلانط طبعا اشوف ريتنج 81 مناسب جدا بالنسبة للاعب يعني هو لعب وتقدم اداء كويس الموسم طاقته رح تكون متقاربا عن ما ان الفيزيكال على طاقة 380 باقي طاقت كلها بالسبعينات لكنها متقاربة يعني فهذا بالنسبة لمركز CM هات خلينا ندخل في مركز CM اللي بعد عنا ولي هو اللعب الخرافي جدا هاد الموسم هامشك هامشك هاد الموسم من اللعبين جدا ممتازين الصراحة مع نادي نابولي واشوف يستحق بطاقة team of the season ريتنج 92 يكون مناسب جدا بالنسبة للعب يعني لعب تقريبا حاليا هو هداف نابولي صار يعني كسر رقم ماردونا وصار هداف نابولي بالرغم من انه لعب خط وسط صح انه ماردونا يعني ما لعب بعدد مبارياته لكن هاد اللعب حاليا هو هاد دافن التاريخي لنادي نابولي اللعب جدا ممتاز ريتنج 92 بساط 94 شوت 93 دريبل 93 ايضا بقيت طاقة جدا خرافية لو نزلت له البطاقة على هاد الشكل هتكون ايضا بطاقة جدا خرافية ومتكاملة جدا فهذا بالنسبة لمركز CM هات خلينا ندخل في الـ CM اللي بعد عنا يا حبيب اللي هو السامي خضيرا سامي خضيرا ايضا موسم جدا جدا كويس مع نادي يوفنتوس اشوف انه يستحق يعني انه نزله بطاقة تيام في السيزن الفيزيكا 88 دفاع 84 دريبل والشوت الـ 82 والباسات 83 بتكون بطاقة جدا كويسة وسرعة 70 يعني سرعة تعتبر كويسة بالنسبة لعب CM فهذا بالنسبة لمركز CM رح يدخلوا اقان في مراكز الكام ولعب الكامل اول عنه اللي هو ايفر بانيجا بانيجا يعني مو هالموسم اللي تقدر تقول عنه انه اسطوري لكنه في بعض الاجزاء من الموسم قدم اداء كويس فاشوف ريتنج 89 بيكون مناسب جدا بالنسبة للعب باسات 92 شوت 86 دريبل 89 بتكون بطاقة جدا كويسة الصراحة بالنسبة للعب وهذا بالنسبة لمركز الكامل اول رح ندخل اقان في مركز الكامل الثاني واللي هو بيرا رديتش شي تقريبا اسمه لعب فيورنتينا لاعب بمقدم ايضا اداء كويس هاد الموسم مع فيورنتينا ويستحق بطاقة تيمو الثالسيزن كل ريتنج 87 بيكون مناسب جدا بالنسبة للعب دربل 89 سرعة 87 وايضا باسات والشوت 85 بتكون بطاقة جدا كويسة وهذا بالنسبة لمركز الكامل هات رح ندخل اقان في مركز الكامل اللي بعده يا حبيبي واللي هو باولو ديبالا ديبالا هاد الموسم اغلب ولي تلاقي انه يلعب كلاعب كام ويستحق طبعا بطاقة تيمو الثالسيزن ما فيها كلام فاشوف ريتنج 95 بيكون مناسب جدا بالنسبة للعب سرعة 97 دريبل 98 شوت 96 باصات لو 90 وفيزيكا 85 يعني شيء اسطوري البطاقة رح بتكون وهو اساسا ديبالا تحس ان اللاعب جدا ممتاز بالالتامي التيم حتى ببطاقته العادية تحس انه يعني طاقاته اعلى من هيك حتى فاشوف ان الريتنج 95 بيكون مناسب جدا بالنسبة للعب وهذا بالنسبة لهذا اللاعب رح ندخل اقان في مراكز الالم طبعا عنا الالم وحيد يعني في الدول الايطالي اللي هو بيري سيتش بيري سيتش ايضا اداء كويس مع نادي انتر ميلان ويستاهل الصراحة انه يزله بطاقة تيمو الثالسيزن تكون على هاد الشكل دريبل وشوت 92 سرعة 91 باصات 90 وفيزيكا 87 طبعا في بعض المباريات من هاد الموسم لعب كام فلو نزلت له عيد بطاقة في مركز الكامرا حتكون شيء اسطوري من الاخر يعني سرعة جدا خرافية 91 ودريبل وشوت وكل شيء موجود باللعب فهذا بالنسبة لمركز الالم رح ندخل الان في مراكز الاجنحة الار دابليو والال دابليو نبدأ من الار دابليو الاول يا حبيبي اللي هو كاندريفا كاندريفا يعني اول مواسمه مع انتر ميلان وبالرغم من هيك اقدم اداء كويس الصراحة فاشوف ريتنك 88 بيكون مناسب جدا بالنسبة اللاعب سرعة 92 دريبل 93 شوت 90 باصات 89 شيء بداقة جدا ممتازة الصراحة بتكون فهذا بالنسبة لمركز الار دابليو الاول رح ندخل الان في مركز الار دابليو اللي بعض يا حبيبي اللي هو كاليخون كاليخون ايضا هذا الموسم اشوف انه مقدم اداء جدا كويس صراحة مع نادي مع نادي نابولي فاشوف ريتنك 87 بيكون مناسب جدا بالنسبة اللاعب سرعة 93 دريبل 88 شوت 82 والباصات 77 بتكون بطاقة جدا كويس الصراحة فهذا بالنسبة لمركز الار دابليو هاد ننتقل على الار دابليو اللي بعد عنا ولي هو محمد صلاح محمد صلاح احتمال يعني انا تنزل له بطاقته ار ام ما عارف بالضبط فانا حاطتها كار ام يعني فممكن تنزل له ار ام وممكن ار دابليو ما عارف بالضبط فاشوف ريتنك 92 بيكون مناسب جدا بالنسبة اللاعب يعني ما علي كلام هالموسم اداء جدا خرافي مع نادي روما حتى مع المنتخب المصري في بطولة كاس افريقي يعني اللي عملت يعني في القابون قدم اداء جدا كويس فاشوف ريتنك 92 مناسب جدا سرعة 99 دريبل 95 شوت 90 باصات 88 وفيزيكا 81 بطاقة خرافية جدا يعني تقريبا بطاقة ما تقدر تولعنا شي الا انها جدا خرافية الصراحة لو نزلت له على هاي الطاقات فهذا بالنسبة لمركز الجناح اليمين هاد رح نتقل على اللي بعده يا حبيبي والي هو فيليبي اندرسون فيليبي اندرسون معنا لي لاتسيو ايضا اداء جدا كويس صراحة الموسم ريتنك 85 مناسب جدا الصراحة سرعة 95 دريبل 89 باصات 81 والشوت 80 بيكون بطاقة جدا كويسة وهذا بالنسبة لمركز الار دابليو هاد خلينا ندخل في الار دابليو اللي بعد عنا واللي هو السوس اللاعب ايسي ميلان مع عليكم الاسم فاشوف ان الريتنك 87 بيكون جدا كويس دريبل 91 سرعة 87 باصات 86 وشوت 82 شي خرافي بتكون بطاقة يعني مو هالبطاقة الاسطورية لكنها بطاقة جدا كويسة وما رح تكون يعني غالية كتير فهذا بالنسبة لمركز الار دابليو هاد خلينا ندخل في الار دابليو اللي بعد عنا واللي هو فالكي تقريبا اسمه اللي هو يلعب في تورين اشوف انه قدم موسم كويس ويستاهل طبعا فا يستاهل يعني انه ينزله بطاقة فاشوف ريتنك 85 مناسب جدا سرعة 85 دريبل 88 والباصات 83 باي الطاقات يعني تعتبر عاديا نوعا ما فهذا بالنسبة لمركز الار دابليو رح ننتقل اه مراكز الار دابليو الال دابليو الاول اللي عنا اللي هو انسينيا انسينيا يعني اداء جدا كويس مع نابولي هاد الموسم قريبا افضل ما اسمه مع نابولي حتى افضل من الموسم الماضي فاشوف ريتنك 92 بيكون مناسب جدا سرعة 96 دريبل 97 شوت 90 بباصات 92 بطاقة خرافية جدا بتكون الانسينيا لو نزلت على هاي الطاقات فهذا بالنسبة لمركز الار دابليو الاول ننتقل على الار دابليو اللي بعد عنا واللي هو لا لا جيتش تقريبا اسمه اللي هو الار دابليو يعني اللي اللي يلعب في تورينو فاشوف ريتنك 82 مناسب جدا بالنسب اللاعب دريبل 87 سرعة 84 شوت باصات 82 باي الطاقات يعني بتعتبر عاديا او عن ما فهذا بالنسبة لمراكز الاجنحة رح ندخل انا في مراكز الاستي والاستي الاول لعنا اللي هو ايموبالي ايموبالي هاد الموسم جدا ممتاز صراحة مع نادي لاتسيو يستحق ان ينزل لبطاقة تيم افضل سيزن ريتنك 91 بيكون مناسب جدا تقريبا يعني هاد افضل مواسم ايموبالي في مسيرته الكروية فاشوف 91 الرايتنك بيكون جدا ممتاز شوت 95 دريبل 290 سرعة 89 فيزيكا 82 بتكون بطاقة جدا خرافية الصراحة بالنسبة لاموبالي فخلينا ندخل انا في الاست جدا خرافية لو ننزل اللي هو قوميز قوميز هاد الموسم مع اتلانتا بقدم اداء جدا ممتاز صراحة فما عارف صراحة كم هدف مسجل لكن بقدم اداء شي خرافي جدا 92 ريتنك بيكون شي جدا ممتاز سرعة 98 دريبل 95 بصات 92 وشوت 91 بتاقة جدا ممتازة لو نزلت على هاد الشكل بالنسبة لقوميز فهذا بالنسبة لمركز الاستي هاد رح ندخل انا في المركز الاستي اللي بعد يا حبيبه اللي هو ماورو ايكاردي ايكاردي استحق ان ينزل لبطاقة تيموالي طبعا ما فيها كل بقدم اداء جدا ممتاز مع نادي انتر ميلان انتر ميلان يعني ما عارف ليش في الفترة الاخيرة مستواد راجع فجأة لكن ايكاردي يعني بقدم موسم كويس ويستاهل الصراحة ف92 ريتنك بيكون جدا مناسب سرعة 88 شوت 96 دريبل 94 فزيكال 87 ابرز طاقاته وهذا بالنسبة لهذا اللاعب رح ننتقل على مركز الاستي اللي بعد عن اللي هو جيكو جيكو هاد افضل مواسمه يعني مع نادي روما طبعا ريتنك 91 بيكون مناسب جدا فاشوف الشوت 94 دريبل 88 فزيكال 89 والبساط 76 ليعيبوا انه بطيء شوي لكن عنده الشوت يعني يعتبر جدا ممتاز وهذا بالنسبة لهذا اللاعب رح ننتقل على الاستي اللي بعد هو الاستي اللي لو نزل بيكون شيء اسطوري طبعا لو نزل كمركز استي واللي هو ميرتنز يا حبيبي ميرتنز هاد الموسم موسم خرافي جدا مع نادي نابولي ريتنك 94 بيكون شيء جدا خرافي لو نزل لميرتنز وطبعا لو نزلت كبطاقة استي لانه هو اكتر الموسم يعني اغلب مباركة تقريبا بس اول موسم لعب كلاعب جناحي سار فاشوف انه ريتنك 94 جدا مناسب سرعة 98 دريبل شوت لتنين 97 وبساط 94 بطاقة جدا خرافيه الصراحة لو نزلت على هذا الشكل وهذا بالنسبة لهذا اللاعب رح ندخل بالاستي اللي بعد عنا ولي هو بيلوتي يا حبيبي بيلوتي هاد الموسم اداء جدا ممتاز مع نادي تورينا تقريبا يعني اول لعب يسجل اكتر من 20 هدف في نادي تورينا ما اعرف من كم سنة من اكتر من 20 سنة تقريبا لاعب جدا ممتاز فاشوف ريتنك 90 مناسب جدا شوت 91 دريبل 90 سرعة 86 وفيزيكل 89 بتكون بطاقة جدا ممتاز الصراحة بالنسبة لاندريا بيلوتي وهذا بالنسبة لمركز الاستي هاد رح ننتقل عمركز الاستي اللي بعده فاشوف انه مبلغ غالي يعني نوعا ما لكنه مقدم موسم كويس مع نادي يوفينتوس فسبعة وتسعين ريتنك بيكون جدا مناسب شوت 98 دريبل سبعة وتسعين فيزيكل 92 والبساط 86 بتكون بطاقة جدا خرافية والسرعة 88 يعني سرعة ايضا جدا كويسة بالنسبة للاعب استي فهذا بالنسبة لمركز الاستي هاد رح ننتقل على المركز الاستي اللي بعده عنا ولي هو كالينيتش تقريبا مهاجم فيورنتينا اشوف انه قدم موسم ايضا جدا كويس ويستحق ينزل له بطاقة 89 ريتنك بيكون شي جدا مناسب شوت 91 دريبل 86 فزيكل 87 ويسرعة 83 بطاقة جدا كويسة الصراحة فخلينا ننتقل اعمركز الاستي اللي بعده يا حبيبي اللي هو موريال موريال هاد الموسم مع نادي سامدوريا ايضا مقدم اداء جدا كويس اشكرنا ممكن ما ينزل له بطاقة تيموتر سيزن لكن لو نزلت بتكون شي جدا ممتاز ايضا السرعة 95 دريبل 93 شوت 88 بتكون طاقة جدا ممتازة صراحة بالنسبة لموريال لو نزلت على هاد الشكل وهذا كان يعني اخر لعب عنا في تشكيلة موسم للدوري الايطالي فيعني بس شوك تصل نهاية الفيديو اتمنى ان الفيديو اعجبكم واتمنى تنسل تحت تاتيل لايك تشترك بالقناة اذا ما كنت تشترك قربنا يعني على 15 الف مشترك فانزل تحت تشترك يعني ما رح تخسر شي واتمنى تضغط على زر اللايك واكتبلي تحت يعني الدوري اللي نجيبه في الحلقة الجاية هل هو الالماني او الفرنسي وطبعا في دوريات تانية يعني في دور البرتغالي وغيره من الدوريات فبس هدري كان عندي اليوم اشوفه على اخر الفيديو الجاية في امان الله موسيقى